طيب هل رأيك إيه؟ موسى كريم أنا شايف أن كولر بيصير على خطى موسيماني في إيه؟ في تصرحاته المدير الفني للأهلي لازم يكون ماشي بمبدأ لسانك حسنك ليه؟ أنت مدير فني نادي من أكبر أندية مصر وأفريقيا ما ينفعش أن أنت تطلع يعني إحنا بنتكلم في ظهر في أسبوع بتصرحين أغرب من بعض انت خرقت المطشة اللي فات بعد المطشة المؤتمر الصحفي قلت أنا شايف أن أعداد جمهور الأهلي بتقل وزي ما بلال بيقول سلمت برضو الإدارة للجمهور أن مثلا في تقصير الناس بدأت تشكك تقول لك أصل الإدارة ما بتوفرش تذاكر للجماهير أصل التذاكر غالية أصل 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 فأنت عملت مشكلة ما بين الجمهور وما بين الإدارة خرقت بعد مطش النهاردة ودي يعني أنا أول مرة أشوفها المدير فني يطلع انتقد اللعيبة كده بشكل عالي أقول لك أنا ما عندي يشكك في مستويات اللعيبة يعني أنا ممكن أطلع مثلا أقول لك إيه؟ اللعيبة أسروا كان مدير الفني أقول لك اللعيبة أسروا اللعيبة النهاردة ما أقدموش المردود الجاية المهاجمين كنت مدربهم على جملة فنية ما تطبقوهاش لكن أطلع أقول إن أنا جربت كل المهاجمين وما لقيتش المهاجم اللي يخدم طريقتي أو ما لقيتش المهاجم اللي أنا كنت مستنيهم ولعبت برسته وعشان برسته ولما لعبته جاب جنين بعد كده تصاب ما أنت بتشكك الجمهور نفسه في لعبته هيتطلع دلوقتي الجمهور ما فيش حد من جمهور الأهل يطلع لك الله أنا عندي مهاجمين كويسين طيب فنيا هل الأهل عنده مهاجمين؟ أهل عنده مهاجمين كويسين؟ لما مجلس إدارة الأهل يتحرك واتعاقت بقى شادي حسين هل شادي حسين ده كريم مش كان هدف الدور السنة الفاتح؟ أو واحد من هدفين الدور السنة الفاتح؟ حد يقدر يقول إن شادي حسين ده مش مهاجم مميز؟ الكل كان بيقول أه شادي حسين مشجع أهلاوي قبل ما يكون لعيب فهيلعب بروح وحماس كمان بعيدا عن الجانب الفني الأهل عنده مهاجمين؟ أهل أهل عنده مهاجمين؟ طيب على النقيد خلينا نكررنا كريم ما بين الزمالك وما بين الأهل لما الأهل اللي عنده شادي حسين وعنده برستاه وحسام حسن محمد شريف ومحمد شريف طبعا وبرونسافيو بيلعبها وطهر ممكن يلعبها فأنت بتتكلم لما المدير الفني النادي الأهل يطلع وعنده أربع أو خمس مهاجمين يقول لك أنا ما عندهش مهاجمين؟ طيب جزولدو بريران نحية الثانية؟ ما عندهش مهاجمين تبتتكلم سيف الجزيرة وسامسون واحد عنده مشكلة أنه هو تأخر في العودة من تونس فمجمد فنيا وصفقة لسه ما تأقلمتش أو ما نكتش ففعلا ما فيش مهاجمين لكن أنت عندك ورق أنت كمدير فني لازم توظف الورق ده لازم تشتغل على ده أنا كمدير فني أجي في التمرين والله أنا شايف أن الأربع مهاجمين اللي عنده دول عندهم سلبات في حالة أشتغل على الأداء أقدر أطول معه أنا كمدير فني مش مهمتي أنه أنا أقفت شنع الخط أنا فيه تدريب أجي كده بعد التدريب أعمل تدريب إضافي إحنا كنا بنتبع التدريبات يا كريم وإحنا كنا بنتبع التدريبات يا كريم الأهلي والزمالك الدنيا مفتوحة وبننزل التدريبات كنا بنشوف مديرين فنيين بينزلوا وخصصوا فقرات سواء بعد التمرين مثلا يقول لك على التزديد من بره للمهاجمين كرات عرضية عشان ضربة الرأس طب أنت كمدير فني بتعمل إيه؟ لما أطلع أقول له لا أنا شاف أن المهاجمين دول ما بيقدوش طب أنت دورك كمدير فني فيه؟ بعدين أنت أحبطت اللعيبة اللي عندك ممكن الناس تقول لك لا والله ده مثلا إيه؟ كولر بيقول كده عشان يحفزه برضو أنت بتحفز اللعيب اللي عندك وبردو في ناس الوقت أحبطته وخلص شككت الجمهور في المهاجمين حسنًا